اشتركوا في القناة قالت المهندس وأل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلديات والزراعة أن المعرض ستكون أبوهبه مفتوحة للجمهور منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية هذا المعرض باعتبار قطاع الانتاج الحيواني أحد أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي وترفض الاقتصاد الوطني وأكد المبارك إلى حرص المملكة في المساهمة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال تبادل التجارب وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية ودعم المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات وفقا لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة وأضاف المبارك أن تنظيم المعرض جاء من منطلق الحرص على إبراز الحدث كحدث عالمي استثماري تقني وترفيهي متخصص في مجال الإنتاج الحيواني ليعزز من حضور مملكة البحرين على الخريطة العالمية وأوضح المبارك أن المعرض سيشهد مشاركة نخبة من العاملين في القطاع الحيواني وأصحاب المزارع بالإضافة إلى تقديم آخر التجارب وأحدث التقنيات في هذا المجال وأفضل السلالات العالمية من الإنتاج الحيواني ترجمة لحرص مملكة البحرين في العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومنها المساهمة في الإنتاج القذائي وحماية الموروث الحضاري الحيواني والزراعي وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي جاء تنظيم معرض البحرين للإنتاج الحيواني منذ نسخته الأولى يكون شاهدا على المنتج المحلي ويساهم في تعزيز الأمن القذائي ويرفد الاقتصاد الوطني هذا الحدث المميز منذ انطلاقته عكس اهتمام مملكة البحرين في الحفاظ على الثروة الحيوانية بما يتلاءم مع الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بما يسهم في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بشكل تنموي مستدام ويأتي إعلان تنظيم النسخة السادسة من معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2023 استكمالا للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية الوطنية الهادفة لرفع مساهمة القطاعين الحيواني والزراعي في تحقيق الامن القذائي عبر توفير أفضل الفرص الاستثمارية ويجمع هذا المعرض نخبة من المزارعين المحليين ويبنو القدرات لديهم عبر تبادل الخبرات وفقا للمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة وتعمل مملكة البحرين وفق خطة منتظمة واستراتيجية واضحة المعالم لتحقق وتضمن برنامج عمل الحكومة وذلك من خلال زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن القذائي حيث حرصت المملكة دائما الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعية وتنميتها على جميع الصعود ترجمة نانسي قنقر